السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة دوري السوبر الاوروبي والعالم كله انقلب رأسا على عقب علشان دوري السوبر الاوروبي واليوافة والاتحادة دا وذي كرة القدم وريال مدريد وبراز ولسه المؤتمر اللي كان او اللقاء اللي كان لسه عامله من شوية وهيتعمل امتى طب انسحاب طب اقافات طب هو ايه اصلا دوري السوبر الاوروبي طب هو انزم دوري ابطال اوروبا الجديد طب ايه اللي هيحصل و ايه اللي هيجرى باذن الله هقولك الموضوع بمنتهى البساطة انا عارف ان فيه ناس كتير جدا يعني زميلي والناس محترمين جدا يكلاموا في الموضوع ولكن انا هجيب لك الموضوع بمنتهى السلسة والبساطة بس كده كاننا قاعدين مع بعض على القهوة فركز كده وصح صح معايا بالله عليك او اللي ارضى عليك ركز معنا ماشي وسيب اللي في ايدك وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واستأذنك اشترك في القناة بعد اذنك يا لو انت مش مشترك وعمل لايك بص بقى بش يا باشا دوري السوبر الاوروبي ده زعيم الخطة دي هو العصابة دي هو الحج بليز طب ليه عمل كده طب لما اقولك ايه هو دلوقتي بسبب جائحة كورونا معظم فلوس الفرق بتيجي عن طريق بس المباريات ريال مدريد السنة دي بس خسر ربعمية مليون دولار وبعض الاندية التانية او كل الاندية يعني خسروا رقام كبيرة وفادحة بسبب ايه بسبب ما فيش حضور الجماهيري ما فيش مش عارف ايه 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 حضور الجماهيري بيفرق جدا 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 في الفلوس والدخل كورونا بوزت كل حاجة المصانع بتاعت حتى تشيرتات قال له العمالة مش عارف ايه فدلوقتي بقت الفرق كلها العقد المادي الكبير اللي بيجي لها ما كانش هو العقد المادي الوحيد هو بث المباريات على تلفزيون طيب دلوقتي الفرق دي طلبت من الاتحاد الدولي والاوروبي لكرة القدم انه هم يعيدوا النظر في بطول الدوري ابطال اوروبا ويزودوا عرد الفرق ويزودوا عرد المباريات علشان المباريات عادتها تزيد والبس يزيد والفرق تلاقي فرصة نياجي لها فلوس اكتر ويخلوا مباريات المجموعات اطول من مباريات المجموعات الحالية بمعنى مباريات المجموعات الحالية مثلا في اليج مجموعة فيها اربع فرق كل فرق تلعب ست ماتشات لا هم عايزين كل فرق مثلا تلعب عشرين ماتش خمسشر ماتش ليه؟ ما هو انت لو عندك كل فرق هتلعب ست ماتشات اول فرقتين التقل هايصعدو ويكملو قدام وفي الاخر ايه هيكملو وانبش هيكملو هاتلست ماتشات ممكن خلاص شكرا كده ما انت مش تلعب تاني خلاص الفرق الضعيفة ضاعت دست عليها. والفرق القوية يا صابت يا خابت يا قدر يكمل ولاعب تمام مطشوات فيجيلوه فلوس على كل مطش يطلعوا ما جالوش فلوس. فطبعا انتحاد الدول الكرة القدم والاتحاد الاوروب بالكرة القدم فضلوا يمطلوا في الرد على الاندية الكبيرة اللي قلوكو همامين بالزبط. لأ هينفع مش هينفع طب هنشوف طب استنوا طب بنفكر طب مش هينفع دلوقتي نزبر لالفين اربعة وعشرين طب تقالوا علينا سيكا ها 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 وفرقة دي عملا تخسر 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 الفرقة دي طلبت من الاتحاد الدولي الاوروبي يا جماعة طب زودونا حتى فلوس الاشتراك يعني الناس الفرقة اللي تصعد لدورة ابطال الاوروبا دونا فلوس لكل فرقة تصعد طب الفائز دور ابطال الاوروبا زودوا فلوسه ودوا المركز التاني كمان فلوس والثالث والرابع فلوس وزودوا البتاع طب هنشوف ان شاء الله ده في جائحة مالية جائحة الكورونا جاية والناس كلها بتشتكي من ماليات والحاجات دي كلها طب خلاص يا باش انا كلمتك مرة واتنين وتلاتة واربعة يا باش انا عداني العيب احنا بقى هنلم بعضنا كفرق كده وهنعمل بطولة بنا وبن بعض مع نفسنا واحنا اللي هننظمها واحنا اللي هنبيع حقوق بس بتاعتها واحنا اللي هنجيب الحكام واحنا اللي هنعمل كل حاجة وانتو يا يويفا ما لكمش عازة بالنسبة لنا طب انتو كم فرقة لغاية دلوقتي الرسمي والمعلن اتناشر بس احنا نويين نبقى خمستاشر وهنضم معانا خمس فرق فهنوصل لعشرين والخمس فرق دول احنا اللي هنضمهم بمزاجنا كلجنة ادارة مسابقة دوري السوبر الاوروبي بناء على اداء الفرق دي في الموسم بتاعها هنوجه لها دعوة ان هم يجنة. ده البطولة دي هتتقامل ازاي? هتتقامل مجموعتين عشر فرق وعشر فرق. العشر فرق هنا هيلعبوا بعض اذهب وعودة. يعني تمنتاشر مطشل كل فرقة. والعشر فرق هنا هيلعبوا على اذهب وعودة. يعني تمنتاشر مطشل كل فرقة. اول تلاتة هنا واول تلاتة هنا هيتأهلوا مباشرة يبقوا الستة اللي هيلعبوا لأدوار بتاعت خروج المغلوب طب هو ينفع خروج مغلوب بستة على الاقل اربعة تمانية ومضاعفاتها اتنين اربعة تمانية ستاشر وهكذا لا ما هو المركز الرابع والخمس في اول مجموعة والمركز الرابع والخمس في المجموعة التانية هيلعبوا بعض مطشين ذهبوا عودة اقصائيين واللي هيصعد فيهم الفرقتين هيبقوا تمانية التمانية دول هيلعبوا بنظام دوري ابطال اوروبا ذهبوا عودة لكل مباراة والمباراة النهائية من مباراة وحيدة ما فيها الذهبوا ايها ودي بطولتنا يا معلي مبقى كده كل فرقة لعبة تمنتاشر مطش غير المطشات اللي قدام فكل فرقة لها فلوس على كل مباراة انت متخيل بدل ما تلعبني ست مباريات لانا بلعب تمنتاشر مباراة غير اللي اقدر اكمله قدام كمان فانت ضربت الرقم اللي بيجيلي في تلاتة يعني لو ريا مديد بيجي له حقوق بس امتين مليون هيجي له ستمائة مليون غير الرعاية وغير 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 مين رئيس القصة دي بريز طب مين الان دي المشاركة رسميا حتى الانو اللي اعلانت اشتراكها رسمي ببيان رسمي ريال مدريد برشلونا دول من اسبانيا طب اسبانيا خلصت مين تاني يوفنتس ميلان انتر من ايطاليا انجلترا يونيتد سيتي ليبربول ارسنال شيلسي توتنهام اتنشأ فرقة وجيهوا دعوة الباريس سان جرمان والبايرن ميونخ واعتقد بروسيا ما رفضوش ولكن اجلوا الرد شوية ما هو اللي مش هيرفض هيكمل في ايه ده يعني ايه هو في عقوبات اه يا معلم في عقوبات افهمك واحدة واحدة ماشي الموضوع طويل شوية بس انا فهمك الصورة واضحة دلوقتي الموتورة دي خلاص اتزبطت طلع الاتحاد الاوروب بكرة القدم وجز على اسنانه وقال لك هنعمل اقوبات بان تلازينة رد عليهم او ردت عليهم اللجنة بتاع الدوري السوبر الاوروبي قالك ولا تفرق معنا بجنية فطلع اتحاد الدولي قالك ايه اتحاد الدولي مع اتحاد الاوروبي يعني اللاعبين والفرق اللي هتشارك في البطولة دي لان البطولة دي المفروض ان تتعمل وسط الدوري ما هو شغال زي اللي تشمي بالزديج intent قالك الفرق اللي هتشارك في البطولة دي محرومة من المشاركة في بطولة الدوري المحلية بتاعتها. ترى قم واحد لانك على فكرة كل الاتحادات ضدهم. يعني اتحاد الاسباني ضد الدوري سبر الاوروبي لاتحاد الاطالي. اتحاد الانجليزي معها. فكلوا هيتطبق القرار. قالك فالفرق دي هتتحرم من المشاركة في بطولة الدوري بتاعتها. ده رقم واحد. هيتحرم من المشاركة في اي بطولة اوروبية. يعني تشميز ليك شكرا. ووفا ايروبا ليك شكرا. طب تمام? اللاعبين المشاركين مع فرقهم هيتحرموا من تمثيل بلدهم في كاس العالم. يعني بيخلوا اللاعبة تقصى فرقهم. وايه كمان يا معلم? والناس دي شبه تقريبا اتطردوا من الاتحاد الاوروبي. طيب. الاتحاد الاوروبي بيهدد الاندية دي? طلعوا قالوا ايه? ولا يهمنا. راح الاتحاد الاوروبي راح النهاردة قال لك طب احنا خلاص. احس ان هو جاب وراء كده. قال لك طب انا هنزل الشكل الجديد والنظام الجديد لدوري ابطال اوروبا. بس هتطبقه من الفين اربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين الموسم ده. يعني لسه. طيب ايه هو النظام? قال لك انا وفقت ان كتر عدد الفرق اللي في دوري ابطال اوروبا بدل ما يبقوا اتنين وتلاتين? هيبقوا كام بقى? هيبقوا ستة وتلاتين. قال لك ايه ده? زودت اربع فرق بس? هو لا يفرق معنا. قال لك لا هعوضك بحاجة تانية. قال له ايه? قال له لستة وتلاتين فريق دول يا معلم كلهم في مجموعة واحدة. طبعا بتقولي يا باشا? ستة وتلاتين فريق في مجموعة? ايه ده? يعني لو لعبنا زاب وعودة كل فرقة تلعب سبعين مطش? ياه? قال له لا ايه يا عمد احنا كده ان خلاص البطولة بعد ربع سنين. قال لهم ليه? قال له ستة تلاتين فريق دول بناء على التصنيفات وبناء على ان هيبقى في قانون ان الفرق اللي هي مشاركة في دوري السوبر الاوروبي اللي المفروض احنا عايزينه ما يتلعبش اللي هم اقوى فرق في العالم هيبقوا ضمنين ان هم يدخلوا البطولة دي كل سنة بدون تصفيات وبدون ما ننزر لناتجتهم في الدوري عملوا ايه? طب ما انت كده تظلم بقية الفرق? لا يا باشا ما هو ده اللي عندنا سنشتري ودهم. انت كده اشتريت ودهم? قال لك اه. ردوا عليه وقاللو ماشي ايه كمان? قال لهم بناء على التصنيفات وبناء على ان احنا هنعمل قرعة كل فرقة في ستة وتلاتين فرقة هتلعب عشر مطشط فقط. بناء على ايه? قرعة. يعني مثلا انا يا المدريد عملت قرعة من ستة وتلاتين? ظهر لها عشر فرق. اه خمسة عبانين وخمسة جمدين لعبته. واول تمن فرق من ستة وتلاتين هيتأهلوا مباشرة لدور الستاشر. طب كده فضل تمن فرق تانين. قال لك من المركز التاسع. للمركز اللي اربعة وعشرين. عد معايا كده. تاسع عشر حداشر اتناشر ترتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر. تسعتاشر. عشرين واحد وعشرين اتنون وعشرين تاتة عشرين اربعة وعشرين. ستاشر فريق. من التاسع للاربعة وعشرين هيلعبوا بعض مواجهات مباشرة من مباراة عفوا من مباراة زهاب واياب. بقرعة برضو. هيطلع منهم تمانية. هيبقى التمانية دول مع التمانية اللي اتأهلوا. دول الستاشر معلم لتشامبينز ليج مطشين زهاب وقياب والنهاية من مباراة واحدة. مرضي يابا دور السوبر الاوروبي اللجنة بتاعته قال لك اه لا مش مرضي. طب احنا نطبق العقوبات. لو راجل طبقها. كبه انتو عايزين ايه تاني? لا نقعد مع بعض يا معلم. لان احنا كده كده هنبدأ البطولة في اقرب وقت. مش عايزين تخدونا نشارك في الدورة عندنا في في البلد يعني. مش فارق. هنزود عدد المطشاط. وهنجيب دخل اعلى مما تخيل. تخيل كده. ايه ما دي اللي عنده مباراة مثلا مع آآآ بلد الوليد واللي عنده مباراة مثلا مع اليونايتد ورسمية. مش ودية تبقى بطولة رسمية ولها كاس ولها شكل ولها كل حاجة في الدنيا. فبريز لعبها صايمة. لا بصح. وعارف هو وبقية الاندية يجيبوا الاتحاد الدوري الاوروبي على حجرهم. وقل له بس بقى اللي انا عايزه هعمله. فمن وجهة نظري هيحصل اتفاق قريب جدا. اما ان يتم اعتماد بطولة الدوري الاوروبي او دوري السوبر الاوروبي او اللي وفا يرضخ لجميع مطالب الاندية الكبار في دوري السوبر الاوروبي. اتمنى تكون فهمتها لو عندك اي سؤال اكتبولي في الكومنتات. حاولت بسط الامور على قد ما اقدر? آسف ان اطولت عليك. كان معك اخوك عمراء عطف من قناة صاحب الكرة. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.